بقرار رفع أسعار البنزين اشتعلت المدن الإيرانية غضبا فكان بمثابة الشرارة التي أذكت الاحتجاجات وأخذت التسع بوتيرة متسارعة خلفت أكثر من مئة قتيل من المتظاهرين في بضعة أيام ويبدو من اللحظة الأولى أن غليان الشارع الإيراني لم يكن وليد اليوم بل كان نتيجة لتراكم الإحباطات بشتى أنواعها في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 80 مليون نسمة وسرعان ما تحولت الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين إلى تظاهرات امتدت إلى المدن الإيرانية مطالبة بإسقاط نظام الحكم ورفعت شعارات جريئة من قبيل الموت للديكتاتور الموت لخامنئي ويا ديكتاتور ارحل عن البلاد هذه الشعارات بالإضافة إلى إضرام النار في مكاتب تابعة لممثلي المرشد الإيراني وحرق صوره أصابت النظام في الصميم وأظهرت رفض الشعب لأربعة عقود عجاف مضت النظام الإيراني الذي لا يتورع في القتل استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين وصفهم خامنئي بالأعداء والمتآمرين حيث أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقتل 106 متظاهرين خلال الأيام الثلاث الأولى من التظاهرات فضلا عن الاعتقالات واسعة النطاق منظمة هيومن رايتس هوتش أدانت استخدام السلطات الإيرانية القمع المفرطة والانتهاكات الفضيعة التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين مبينة أن النظام الإيراني يأمل في إخفاء حملته الدموية ضد شعبه بقطع خدمة الإنترنت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعرب عن قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية الدخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين وقال إنه يشعر بالأسى تجاه الضحايا الذين سقطوا هناك إيران التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة أرهقت قواها لم تعد قادرة على إقناع الإيرانيين بتحمل المزيد من التبعات التي أنهكتهم فكان رفع أسعار البنزين هو القشة التي قصم الضهر البعير